الولاد بقى رجعوا من المدرسة يبقى الوصفة ديت ليهم عايزة اقولك وفرت معايا كتير جدا هتوفري كده حوالي 30 او 40 جنيه ممكن تكوني بتصري فيهم وما بتحسيش في يومك جبي بقى في الاول كده حل وحطيها على النار فيها شوية من المي ونزلي بنص كيس من المكرونة او الكمية اللي انت عايزيها هنسلق المكرونة عادي بس من غير زيت وهساعة تحطي معايا معلقة كبيرة من الملح صليتي على الرسول طب يلا صلي على الرسول علي افضل الصلاة والسلام ما تنسيش اللايك بتاعك وتقولي لي بتتفرج علي منين يا ستة الكل والكومنت بتاعك اللي بينورني الخمسة ستة اللي بيشجعوني حباي بقلبي بعد ما سلقت المكرونة صفتها كويس جدا وشطفتها كده تحت الحنفية شطفة سريعة جبت معايا كوبية من الدقيقة عليها 3 معالي من النشا وانزلت بالمكرونة وبدأت اللي انا اقلب كله مع بعض عايزة اغلف كل المكرونة بالنشا ودي اللي احنا حطناها على بعض هتفضلي مستمرية في التقليب لحد ما المكرونة تتغلف كده معاك تمام قالي بيها مرة واثنين وثلاثة لحد ما تبص عليها ما تلاقيش ملامح مكرونة خالص بس كده بسم الله ما شاء الله الكمية كبيرة جدا واعملي الكمية اللي تنزلك بعد كده هحضر بقى معايا زيت والزيت اللي انا هستخدمه يكون زيت سخني جدا هنزل بكمية المكرونة طبعا على قد كمية الزيت اللي انت حطوها حق لو كمية زيت كبيرة يبقى تنزلي بالكمية كلها لو الكمية قليلة نزلي بنصها بس في الوقت دوت بقى بعد حوالي كده 3 او 4 دقايق على النار المكرونة بسم الله ما شاء الله بقت زي العسل زي ما انت شايفة كده مكرمشات سهلة وسريعة وحدقة ومفهز سكرية خالص تقدر تعمليها بقى للولاد وتوفري بقى حق البسكوت والشيبسي والحاجات الكتير اللي احنا عارفينها دي كده بسم الله ما شاء الله بقت معايا تمام هعمل ايه هحط عليها بقى شوية ملح شوية ببركة شوية شطة صغيرين ودول اختياري توابل بقى اي حاجة عندك ممكن توابل شطة ولمون توابل جبنة ممكن مكعب مرأة فورية اللي انت عايزيه في توابل كتير جدا بتتبيع فهاتي التواب التاب اللي انت بتحبيه وحطيه بص كده بسم الله ما شاء الله سمع بقى الصوت هسيبك تسمعي صوت القرمش تعمها حلو جدا وكمان سريعة جدا وانتو عارفين بقى الجو دلوقتي بقى عايز اي حاجة كده جنب وانت بتتفرجي على التلفزيون والولاد قاعدين بيذكره حاجة سهلة كده وسريعة احسن بكتير جدا من حاجات تانية شوية حاجات من عندك في البيت هاتقوم تعملي احلى تسالي للشده